السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم في كوزين شهر زاد مطبخ شهر زاد اليوم ما شاء الله جبتكم هاد الطاجين لي هو طاجين زيتون على طريقتي إن شاء الله تعجبكم صدقوني هاد الطاجين زيتون أشكفه كل ما نحطه لضياف ولا نحطه دوتر دوتر برسون صدقوني يقولوا لقاء كيف شدرته وانه هو طريقة ثري ثري سامبل ونبدو بسم الله ونحو المقادر توانا اللي عندي حبة بصل تكون كبيرة وقطعتها له الشكل هاد الشكل يعني رحيتها تخيط خبيان في الأجواء عندي خمسة سميات تاعتهم لي سكرفشتهم عندي زوجن الوراقي كبار تعرنت وعندي زعيترة والتوم كما قلتكم ولي كاغوت عندي قيس خمسمية قامت على زودية قطعتها بهذا الشكل وعندي الزيتون لي غليتو تلت خطرات يعني تلت غليات وشكفه ان بدلوا الماء اللي هنيا دونزين كوكت ووجدرت دك لهنيا زيت زوج مغاف كبار تعجز او مغاف كبيرة تعزبدا خليتهم medicinalي وحطيت الجرد principal علي وقليتو tällي 7 دقايق حتىossing خرجلي غلي سكر Running ولكن سيكي يعني على النار تكون قوية شوية باش يخرج لهذاك يعني هذك الحمورية تعو من بعد الهنايا زد هذه البصل البصل اللي رحيته على شكل بري دونيا وزدت عليه زيترا وزيتها اللي هزوج وريقاتي تارند كي ما كنتلاحضو والتوم انا عشاك فا جو غيبات افكو لنزا انغرديان باش هكدا باش منخببها لكم ولو كي ما كنتلاحضو نقعد نقلي هاداك الجدش تاعي ولبصل والتوم وزعيتها والرند وانتخطو انا حطي تتانيك لكاروت التوعي اللي قطع توم هكدا دي الامل باديك الادات اللي وريتها لكم في دبيت على فيديو اي بيانسور زيتلو الزيتون كي ما كنتلاحضو الزيتون غليتو تلت خطرات تلت خطرات ايها شاك فا نبدلو الماء اه سينود ايها شاك فا تقدو تبدلو الماء ولا انا نحب نحيلو قاعدك الملح تاعو مش هتاك يولي صامت ما نحيلو الملح تاعو لانا يا راح تليزي بيستوعي وش عندي حطيت لانا يا حطيت الكركم وحطيت كمية يعني حوالي ملعقة صغيرة تع كركم حوالي ملعقة صغيرة تع سكنجبير لجنجم وحطيته سي كابلي الدجاج وحطيته في الكحل والبيت الملح لا يجب ان تكتروا بزرق بس كمع الزيتون سيزيد اطلاق الملحية تاوي بعد الشكل وبدأت نحرك وتوجه نقلي هنا نقصت النار شوية لان نقصتها على ما تكون هادية وزدت انكياغ بتاع الفارينة انكياغة سبتها لفارينة ملعقة كبيرة تاع الفارينة حطيتها دراكتمو فوق هادوك مع الازيت وفوق الزوديا والزيتون والجاج وليهنا يا قليتهم شوية دخلت هذه الفارينة مع الزيتون والجاج بعد مرقتهم مرقتهم بهذا الشكل يعني بالماء سخون حوالي 500 ملي لتر يعني نصف لتاع الماء سخون هاي لك الكوكوة تاعي اللي هنا نحسب اللي يتغلق يبدأ اللاصوس تاعي تبدأ تتقال نغلق عليها قصة 15 مينوت أنا على الكوكوة تاعي كل واحدة لحسب الكوكوة تاعها يتوجو اللي هنا يا بعد ما فتحت فتحت اللاكوكوة تاعي جو فيريفي الجاج اللي راهو طابلي او لا لا اللي هنا يا راهو طابلي الجاج نحيتو على جم حطيتو دونسيو ناسيت كي معاكم تلاحظو ومبعد قليتو سوى تدخلوه دخل فوق ولا تقلوه باش عقده باش تتحملكم الوجه تاع الجاج تاعكم أنا قليتو فشوية زبدة وشوية زيت باش ما تحاقليش الزبدة من بعد اللي هنا يزدلو شوية ملح وشوية في فلكحال باش ما يجيناش سامط أنا قليتو بهذا الشكل كي معاكم تلاحظو باش هكذا يجينين بالكولور ملحبو شعنايا هكذا أنا أصلا ملحب الشعك دا كل جاج يكون بيت ديركتمو من العسوس دونك دو بخيفرونس قليتو وهو اللي هنا في صحن التقديم طاجين زيتون تاعي اللي كان تخي تخي سامل طيبتو فمام با نص ساعة وصدقوني رايح يديكم بزاف بني خيروا برك تابي للدجاج اللي يكون بنين دوني بيس هكذا وتبعوا طريقتي إن شاء الله عجبتكم هادا الوصفة إذا عجبتكم ما تنسوا شو بأنتجام وخلووا لي في التعليقات في التعليقات اسكو نكملكم دوت غوزة ندرهم لكم على هادا الشكل ونقلكم إلى اللقاء إلى مطبخ